السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم فرج همي ويسر أمري وارحم ضعفي وقلة حيلتي وارزقني من حيث لا أحتسب اللهم أبدل قلقي سكينة وهم شراح وسخطي رضا وخوفي طمأنينة وعجزي قدرة وضيقي فرح وعسري يسر وضعفي قوة يا رب يا قادر يا مقتدر طبعا اليوم توقعتنا لا يوم الأحد 26 آذار مارس القمر زي ما ذكرنا في حلقة الأمس الآن موعد بث الحلقة هو موجود في برج الثور في عنا خلو مسار وبعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش يعني من منتصف ليل السبت على الأحد بعدها بقليل بصير القمر موجود عنا في برج الجوزاء القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد الساعة ثمانية واثنين وأربعين دقيقة من صباح اليوم الأحد بانتقل القمر وبصير في منزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبل بما أن القمر موجود في برج الثور لغاية ساعات منتصف الليل فمنظل نشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وإلا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكن شراء عقار أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالعقارات أو قضاء وقت ممتع بالبيت أو المناسبات العائلية أو مشاهدة التلفاز مثلا بالنسبة لخلو المسار طبعا خلو المسار رح يبدأ الساعة 4 و 18 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بعد ساعتين و 18 دقيقة من بث الحلقة ورح يستمر خلو المسار يعني لها غاية بعد منتصف ليل السبت على الأحد يعني الساعة 12 و 41 دقيقة بعد منتصف الليل لها بتوقيت جرينيتش لا ينتقل ويستقر في برج الجوزاء هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا طول اليوم رح يكون القمر موجود في برج الجوزاء من بعد منتصف الليل يعني الساعة 12 و 41 دقيقة بعد منتصف ليل السبت على الأحد بصير القمر خلاص انتقل واستقر في برج الجوزاء عشان هيك خلال هذا اليوم رح ننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إنجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية وحيدة بطيئة هي زاوية التثليث الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل وهاي مستمر تأثيرها لغاية يوم ستة أربعة بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في عملنا ومشاريعنا وبدل على نشاط ومردودية أكبر في الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وها ازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في بورسة القيم وبرضو بتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فاليوم عنا ثلاث زوايا أول زاوية هي بعد الانتقال مباشرة بتصير اللي هي زاوية التثليث الإيجابية اللي رح تكون بين القمر وبين بلوتو وطبعا تأثيرها من الآن أو عبث الحلقة بدأ تأثيرها الخفيف ولكن من ساعات المساء بيبدأ تأثيرها بقوة وبيستمر تأثيرها حتى ساعات الصباح اللي هي تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو ذروتها الساعة 12 و 46 دقيقة بعد منتصف الليل وهي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا دوليا هاي بتدل على تحولات إيجابية في الرأي العام وهي فترة مناسبة لتطوير الصناعات الغذائية وتغيير آلاتها ومعداتها عما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل وهي دروتها رح تكون الساعة 34 و 38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني من منتصف الليل ولغاية ساعات الظهر من واجه مصاعب عرقيلة بتطلب منا إن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوذ بيفتقل البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر وبرضه هاي دوليا بتدل على استياه الرأي العام من وضعية لها علاقة بالشيوخ المتقاعدين والمرأة خصوصا في العالم القروي أو من تعسفات رجال الأمن والسلطة الأمنية وبرضه بتدل على مردودية مؤسسات الدولة وصناعة ثقيلة والطرابات في البورصة والقيم خلال هذا اليوم طبعا هذا الأمر من ساعات منتصف الليل وباستمر لغاية ساعات الظهر تقريبا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين الشمس وهاي رح تكون في تمام ساعة 11 وثلاث دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني هاي زاوية تأثيرها طيلة اليوم منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتدل على حسن حال الشعب والرأي العام من الحكومة أو الملكة أو الرئيس وبتوفر جوب من السلام والاستقرار في البلاد وازدياد منتوج بعض الصناعات خصوصا الغذائية منها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم هاي من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ما الانتقال لبرج الجوزاء اللي هو بعد منتصف الليل وبعديها من بعد منتصف الليل وطيلة النهار بتصير الأعضاء الأكثر حساسية عندنا الكثفين والذراعين واليدين الجهاز التنافسي أنا بيه بالشعب الهوائية الرئتين الوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو جهاز العصبي وأيضا النظام الحركي والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هدولة بيصيروا أكثر حساسية اللي لازم نوفر لهم العناية المناسبة طبعا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لكنه لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزة يعني رح ينتقل ويستقر في برج الجوزة معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الثلاثاء ثمانية وعشرين ثلاث بيبدأ في تمام الساعة وحدة وتسعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة عشر واحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج لينتقل القمر ويستقر في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره خمس أيام في تمام الساعة خمسة وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيصير ست أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة وعشرين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيد بنسبة عشر في المية في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الثور وبدو ينتقل للجوزاء زي ما حكينا يعني أغلب اليوم رح يكون في الجوزاء ورح يضل في الجوزاء لغاية يوم ثمانية وعشرين ثلاث سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة عشر في المية في ساعات المساء برجع سعيد بقوة بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في الحمل حتى يوم ثلاثة أربعة سعيد بنسبة أربعين في المية الزهرة في الثور حتى يوم احدى عشر أربعة منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الحمل حتى يوم 16.05 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 17.06 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29.08 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30.06 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 30.04 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا منه الآن ولغاية ساعات منتصف الليل بالظل في بعض الفرص اللي إلها علاقة بالمكاسب المالية أو بعض المعالجة لبعض الضغوطات اللي إلها علاقة بالمصاريف أو الالتزامات أهم إشي أنك تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو المصاريف لزيادة أما من بعد منتصف الليل وطيلة النهار بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنه اليوم تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك لأنه انتقال المريخ ما زال قائم فعشان هيك يبعطي جرعة من العصبية حاول أنك تتفهم الآخرين وابقى هادئ لا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وحاول أنك تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الآن ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بإمكانكم كتبادر لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي والطاقة بالضل ممتازة جدا لغاية ساعات منتصف الليل أما طيلة النهار فهنا هذا اليوم بيحمل معاه فرص مالية أو فرصة مالية بتكون مفاجئة أو بتدخل تحسين على ميزانيتك ممكن تحقق بعض المكاسب اللي بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو دعم وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم إشي إنك تتشجع وعالج المسائل الإدارية والتمولية اللي بتطلب توقيع عند بعض المؤسسات الدولة أو المراجع المعنية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة لغاية ساعات منتصف الليل لأنه القمر لسه ما انتقل فعشان هيك بتضل هاي الساعات بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أن تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم وإضبطوا أعصابكم من القرارات والعصبية أما من بعد منتصف الليل وطيلة النهار بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي طبعا هاي الفترة بتصير فترة مميزة واستثنائية الجو بعطيك طاقة حلوة جدا حتى على المستوى العاطفي على المستوى النفسي على المستوى الصحي فعشان هي كنت مقبل على فترة ممتازة جدا لازم تستغلها برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بتسعدوا من لقاء الأصدقاء يعني من الآن لغاية ساعات منتصف الليل وتعاونهم معكم ممكن يكون في مناسبة جمعة لقاء أشياء من هذا القبيل ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعات ما بعد منتصف الليل القمر خلص بوصل لبيت المتاعب فعشان هيك بتصير هذا اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ولا تراهنوا على الحضوط ممكن يتعانوا من الركود ومراوحة المكان أهمش أنكم أتجزفوا بصحتكم أو بعلاقاتكم الأفكار الشوي بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للآمل حاول أنك تعمل بشكل روتيني دون اتخاذ قرارات حاسمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هذا اليوم ما زالت من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يقدموا طلبات للعمل أو لتعزيز العلاقة ما بينهم وبين المسؤولون عنهم بمجال عملهم وبرضو عندكم قدرة على إدخال تعديل على طبيعة عملكم بوسعكم إثبات جدارتكم وأيضا ممكن تحافظوا على سمعتكم من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار هذا اليوم بصير بإلو علاقة بالنشاط الاجتماعي فبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مؤاتية رغم الضغوطات حاول أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد يعني إذا ما زبطت معك الأمور من أول مرة حاول أنك تكررها مرة ثانية تمشي الأمور إن شاء الله فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة بتتلاقى مع طموحاتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا اليوم التركيز من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل على الاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات الأمور الفلسفية الدينية الامتحانات أو المقابلات أو التعامل مع الأجانب أو سفر حتى يعني أو التجارة الدولية الاستيراد والتصدير موليد برج العذراء رح يهتموا في كل هاي الأمور وبتزداد رغبتهم في الباحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بيحباكم ولكن من بعد منتصف الليل بيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي بتصير مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد أفراد العائلة وممكن يتواجه مسؤولية أو عبء مهني أهم شيء أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام بيكون صعب لأنه هذا بيت السمعة فأهم شيء أنك تحافظ على سمعتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل الأجواء ممتازة للأمور اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل وبتظل الأجواء بتحمل فرصة لمكسب مالي اللي وصلها بشراكة أو تعويض يعني ممكن زوج أو زوجي يحصل من كلا الطرفين أموال أو أموال مشتركة لها علاقة ببنك ضريبة تأمين تعويض استرداد بعض الأموال اللي إلك من بعض الأشخاص ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية أما من ساعات ما بعد منتصف الليل فهنا بتنجحوا في الأمور اللي إلها علاقة بالاتصالات البعيدة أو السفريات البعيدة أو تعامل مع الأجانب خارج البلاد وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة وعالية جداً بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور وتعتبر هاي فترة إيجابية جداً بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأطراف معك بعض موليد برج الميزان ممكن يصير عندهم سفر مفاجئ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً منه الآن لغاية ساعات منتصف الليل القمر ما زال موجود مقابلك تماماً فبتظل هاي الساعات مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء مع الأزواج مع الأحبة مع شركاءكم بالعمل ولكن من ساعات ما بعد منتصف الليل رح تتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض أو ممكن تهتموا بمسألة العلاقة بالبنك بحقوق لإلكم بميراث بأشياء من هذا القبيل وبعض موليد برج العقرب صحتهم أو صحت قريب لإلهم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتفكروا بمستقبلكم أو نوع من أنواع الإدخار أو أشياء من هذا القبيل أهم شيء برضو اليوم أنك تحاول تقدم بعض التنازلات وتتراجع عن قرارات سابقة أو خطوات يسببت لك إزعاج أو عداوات أو سوء تفاهم برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس يعني رغم تراكم العمل وما زال ضغط إلو علاقة بالعمل والصحة إلا أنه فيه عندكو قدرة على إنجاز الكثير من هاي الأعمال أهم شيء أنكو تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر وتنتبهوا لصحتكم لأنه القمر رح يبدأ بمراحل المقابلة يعني في الأول كان بالعمل والصحة الآن في مرحلة المقابلة فهو أنا بيعزز النقاط أو مناسب خلال من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار للقيام بعمل بيطلب تعاون من طرف ثاني أو تعزيز شراكاتكم سواء العاطفية أو العلاقة بالعمل ولكن بتكون حذروا من الإنفعالات لأنه اليوم بيصعب التفاهم معكم وممكن بعض موريد برج القوس يعني يصير فيه عندهم سوء تفاهم أو مشكلة أو خلاف بسبب الحدية أو أو هيك سوء تفاهم زي ما حكيناها الجو متوتر وممكن تظهر بعض المشاكل الطارئة بدك تكون صبور وما تتدمر وانتبه لصحتك وهاي الفترة بدك تحطها في بالك إنها فترة خالية من الحظ برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعاً بتظل الأمور العاطفية بتشغل فكركم من الآن ولغاية منتصف الليل يعني بيظل تقاربكم من الأحبة تدعى عزيزة العلاقة مع الأبناء لقاء اجتماع مناسبة هواية ترفيه تجميل هاي كل هالأمور الحظوظ بتدعمكم في كل ما ذكرت وبترغبوا في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ممارسة نشاط فني أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وطيلة النهار القمر بيصير في البيت السادس هنا بيصير الاهتمام كله رح يكون على العمل أكثر وعلى الصحة حاولوا انك تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم طاقتكم لحظ النجاحات والأرباع وراقبوا وضعكم الصحي ممكن يكون في أمور إلها علاقة بمراجعات صحية أو قلق مهني برج الدلو بالنسبة لما ولد برج الدلو طبعا التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية هذا الأمر بظل من الآن ولغاية ساعات منتصف الليل اهتمامات ومناسبات وأشياء اجتماعية عائلية هي اللي بتركز أو بتركز عليها أما من بعد منتصف الليل وطيلة النهار بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ومارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا لأنه ممكن تجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم إش أنه ما تستسلموا بل كرروا المحاولات ممكن ترغبوا في استكشاف مناطق جديدة أو تميلوا للسفر أو المشاركة في رحلة عمل لأجوار رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل النشاط إلو علاقة من الآن ولغاية منتصف الليل في أمور الدراسة الامتحانات السفر الخصير الاتصالات النقاشات والحوارات معالجة سوء تفاهم وبظل الأجواء مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو تغيير جو وبكن لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أما من ساعات ما بعد منتصف الليل وهنا القمر خلس بنتقل وبيصير في البيت الرابع فهنا بصير بإمكانكم إدخال تعديل مطلوب على مسكنكم تعزيز الروابط العائلية الاجتماعية مناسبة لقاء أهم شيء أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك ممكن تنفعل حتى يعني لو ما شعرت بالانزعاج يعني بمعنى آخر ردة فعلك بتكون سريعة وإنفعالاتك بتكون غير مدروسة حاول أنك تضبط إنفعالاتك وردات فعلك وإسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة للأشخاص اللي بيحتاجوها منك الأجواء جيدة أهم إشي أنه التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة وهذا الشيء رح يكون فيه أخبار ممتازة جدا ما رح أحكي لكم لا أحطوا لايك ولا ديسلايك ولا إشي يعني شفتوا من الأول ما حكيتش أساسا وما رح أحكي لأني زعلاني شوي معليش ما يخذ على خاطري هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء